ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي الذي عقد اليوم في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد معاليه أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك باعتباره أحد الثوابت الرئيسية في سياسة الدولة وأنها حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري باعتبارها المنصة المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط الخليجية لتحقيق التنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة وبما يخدم تطلعات دول المجلس بالإزدهار والنمو